من هالمواضيع الجميلة أيضاً رح ننتقل لموضوع في غاية الأهمية بيتعلق بصحتنا بيتعلق بشكلنا بيتعلق بيمكن لايف ستايل ممكن أنه يخلينا نعيش بشكل أفضل وبطريقة صحية أكتر اللي هو موضوع يمكن العمليات الجراحية الخاصة بتقليل السمنة هي كتير من العمليات لها كتير أنواع رح نتعرف عليها ولكن اليوم تحديداً رح نحكي عن تغيير المسار أو البيباس اللي كتير من الأشخاص يمكن نسمعه فيه ولكن ما بيعرفوا تفاصيله مع الدكتور رائد تيم استشاري الجراحة العامة وجراحة السمنة بمستشفى الأمير حمزة وافي الجامعة الهاشمية صباح الخير دكتور رائد صباح النور وصباح الخير وصباح النور شكراً على الاستضافة في التلفزيون الأردني مع المبدعين في هذا البرنامج المبدع وأحييكم جميعاً في هاليوم الجميل الممطر أهلاً فيك دكتور أصعدنا وجودك هو موضوع مهم جداً ويمكن هلأ بفصل الشتاء في ناس كتير بتحب تأجل بعض العمليات يمكن قد يكون منها موضوع تحويل المسار بداية ما هو تحويل المسار أصلاً؟ سؤال كتير ممتاز تحويل المسار هي إحدى العمليات المعيارية لتنزيل الوزن من عمليات جراحة السمنة لما أحكي عملية معيارية أو عملية مثالية يعني كل العمليات الأخرى زي التكميم، الطيل، بوتوكس المعدة، بلون المعدة كلها من قارن نتائجها وأوقاتها مع عملية التحويل فهي في قاموس الجراحي السمنة تعتبر العملية المثالية أو المعيارية وهي من العمليات الشائعة جداً في العالم وفي الأردن لتنزيل الوزن تمام، هل يعني إذا بدنا يعني نعرف أكتر عن البايباس يعني شو هي آلية عملها وهل في لها أنواع؟ صحيح، بالنسبة لها يعني تحويل المسار بشكل مبسط هي عبارة عن عملية من جزئين الجزء الأول يضمن تصغير المعدة المعدة معتي ومعدة كل إنسان بتوسع لتر ونص إلى لترين يعني هيك الطبيعي يعني مش تتفاجأ يعني عمل لتر ونص إلى لترين طبعا، يعني الواحد يطيح في صدر المنصف يخلصه وراها نص كيلو كنافة وراها لتر بيبسي سوائل أو أي شيء توسع لتر ونص إلى لترين يعني هيك الطبيعي تمام، الآن في عملية التحويل من قص المعدة من صغرها بصير في عنا جزء صغير من المعدة من سميه جيب معدة أو غاستريك باوش هذا الجزء صغير من المعدة اللي هو بصير الجزء اللي بيستقبل الطعام وهذا يعني من فصله بحيث يكون يتسع إلى خمسين سنتيمتر مكعب يعني عشان تتصوري شوية يعني خمسين سنتيمتر مكعب يعني كوباية شاي بتعبي هاي المعدة طيب، فقط فقط، يعني هاي المعدة تاعة الإنسان المسوي تحويل المسار معدته معدة بيبي رضيع عمره أسبوع إلى أسبوعين فمعدة المتحول مسوي تحويل المسار هو نفس معدة بيبي عمره أسبوع أو أسبوعين فهذا الجزء الأول من العملية موضوع مش سهل مش سهل، عشان هيك قرار اتخاذ العملية لازم يكون يعني بالتشاور وبالتأني خلاص صوي العملية وانتهينا هذا الجزء الأول من العملية، اللي هو تصغير المعدة جزء الثاني، هو تحويل مسار الاثني عشر والأمعاء الدقيقة منحول تقريبا متر ونص إلى مترين بيعتمد على وزن المريض بيعتمد على الأمراض اللي بيعاني منها لكن مو عدل متر ونص إلى مترين منحول هذا الجزء من الأمعاء بحيث ما بيساعد ولا بيساهم في عملية امتصاص وهضم الطعام هدول العاملين اللي هو تصغير المعدة وتحويل تقريبا ثلث طول الأمعاء الدقيقة هدول العاملين بيساعدوا إنه المريض يفقد جزء كبير من الوزن طب هل ممكن دكتور أشخاص يعملوا تحويل مسار ولكن بدون تصغير المعدة؟ سابقا كنا نسوي زي هيك لكن نتائجها مش كويسة العملية المعيارية اللي أثبتت نجاحها وأثبتت كفائتها ومضاعفاتها قليلة مقارنة مع العمليات الأخرى هي عملية تحويل مسار أي بتحاول تسوي تغيير على الخطوتين هدولة ممكن تؤدي إلى نتائج مش كويسة للمريض بس دكتور بدي أسألك يعني طبعا في معنى صور على الشاشة إذا تحب تحكي عنها بس أدي مدى خطورتها؟ وهل هي فعلا الإجراء الآمن للأشخاص؟ ولا إحنا مندور يعني في ناس بتدور على السهل؟ يعني بشكرك على السؤال هذا من الأسئلة الشائعة كثير في العيادة هل هي دكتور العملية آمنة؟ هل فيها خطر؟ هل فيه إلهمة حذير؟ مضاعفات؟ إجابتي على السؤال أنت اللي المقبل على عملية تحويل المسار لازم الطبيب اللي بدي يقول لك ياه يكون متدرب ومتمرس على إجراءه العملية إذا بسولك ياه طبيب متمرس ومتدرب على العملية احتمال حصول المضاعفات بيكون قليل جدا تمام؟ اللي بدك تخاف منه يا إنسان اللي بتعاني من السمنة أو السمنة المفرطة هو السمنة بحد ذاتها السمنة هي الخطر على الصحة والحياة وليست العملية العملية عشان نكمل الكلام يعني يكون الموضوع متكامل العملية على الرغم أنها آمنة إلا أن مرات بتصير مضاعفات وهذه المضاعفات نادرة الحصول إذا بيسويها طبيب جراح متمرس ومتدرب المضاعفات اللي ممكن تصير ممكن تصير تسريب أو نزيف وهدولا هم مضاعفتين في مضاعفات تانية التهاب الجروح التهابات في الرئات أي عملية حتى لو كانت صغيرة صح؟ أي عملية صغيرة حتى عملية الزايدات تحتمي حصول المضاعفات لكن مرة تانية أنا اللي بأكد عليه أنه إذا بيسويها جراح متدرب ومتمرس احتمال حصول المضاعفات بيكون قليل جدا مقارنة مع غيره طيب دكتور مين اللي بيقرر أنه بده يعمل هاي العملية يعني هلأ بيجيك أشخاص ممكن كثير عندهم زيادة بالوزن خلنا نقول لي ممكن عشر كيلو صح وبجي بقولك أنا بدأ عمل عملية تحويل مسار خلص مش قادر لأعمل دايت ولا ألعب رياضة ولا شو كيف بتقرروا إجراء مثل هاي العملية؟ يعني سؤال كثير ممتاز يعني عرايك بيجي نصبية عندها كم من كيلو زيادة وبتقول الدكتور من شان الله وحاولت وحاولت وسوي لتحويل مسار لازم نقعد معها ونفهم عليها هلأ نتكلم معايير عالمية المعيار العالمي عشان إجراء عملية جراحة السمنة لازم يكون الواحد عنده مؤشر الكتلة عالي لازم يكون عنده سمنة شديدة أو سمنة مفرطة واحد الاثنين لازم يكونوا يعاني من بعض الأمراض المتعلقة بالسمنة يعني يكون عنده سكري من النوع الثاني التهاب عفواً الارتفاع بالكوليسترول ارتفاع ضغط الدم الشرياني انخناق التنفس أثناء النوم هاي الأمراض هي مع وجود السمنة هي اللي بتقولنا إنه هذا المريض يستحق عملية تحويل مسار أما واحد عنده أكمن كيلو زيادة يقول لي يسوي تحويل مسار هاي يعني خيار غير مناسب فيه طرق تانية عشان تنزيل الوزن عشان هيك الإنسان اللي يعاني من الوزن مش معناته لا يروح على دكتور متخصص هو بعطيه النصيحة الكويسة واللي بتفيده بدون ما تضره طيب دكتور انت ذكرت إنه بتحويل المسار يعني منحكي على بتتحول لمعدة طفل صغير عمره قلت لي أسبوع أسبوع أسبوعين نعم طيب يعني هذا إله تأثير نفسي هلأ شئنا مقابينا الغذاء بالنهاي بلعب كتير دور في نفسيتنا فأنت لما تشوف الأكل قدامك مش قادر تأكل تكون مش قادر تأكل من مبدأ مش لأنك بسيطر على حالك لا لأنه أنت حاسس بأنك أنت مريض دائما هذا واحد اثنين شفنا في عمليات كتير إنه في ناس عند الأكل وما بقصد بس بتحويل المسار بقص المعدة وغيرها بصير البريض يأكل يعني العفو منك يستفرغ أحيانا الأكل وبيوصل درجات أو أوقات يعني بتحس خلص أنه يعني صعبة كتير بعاني وما في عودة لأنه خلص ما تم لا يمكن الرجوع للوراء صح؟ يعني ما من قدر نفك ونقول نكبر شكوي يعني إذن أخرين أجاوب على حيث هذه الحيثية الصغيرة لحكيتها بالنسبة لحملية تحويل المسار من مميزاتها على التكميم إنه القدرة على إرجاع كل شيء زي أول موجود موجودة طبعا يعني عملية صعبة عملية الإرجاع كل شيء عملية صعبة لكن موجودة فهي واحدة من مميزات تحويل المسار مقارنة مع التكميم التكميم من قصة المعدة الجزء من قصة المعدة من كبه ونقول له خلاص هذا هو إذا المريض بعد شهر شهرين بقول لي دكتور أنا شو اللي سويته فيه رجع لي معتي حلاص انتهينا يعني أنت بتقرر بعد شهر شهرين ثلاثة تقول له الآن بقدر أعملك العملية للتحويل رجع زي ما كنا فانتهينا من موضوع أنه نقدر رجع هلأ لأجل هيك قرار اتخاذ عملية التحويل المقرار هيين لازم يكون أعداء والجلسة وبالتشاور والمريض يجي مرة ومرتين وثلاثة على العيادة قبل ما تخضع المريضة عملية كبرى زي هيك عملية لازم يكون عارف أنه نمط حياته رح ينقلب رأسا على العقب بالذات الأكل ففيه أشخاص معينين يعني بكون طريقتهم في التنفيس عن مشاكلهم بالشغل بالبيت بالأكل فهذا تفشش انتهينا منه فإذا لديه طريقة ثانية يتفشش فيها غير الأكل عرفتي علي فهذول الأشخاص لازم يتحكم بطريقة مطولة ويتم إتخاذ القرار بشكل يعني عميق قبل ما نفضع أما يأتي المريض بعد مثلا يعني نلاقي كل فترة أو تانية مريض بعد عدة أشهر بقول دكتور أنا اتخذت القرار الخطأ ورجع لي كل شيء زي أول بنسوله إياها لكن أنا كجراح بتندم بقول يعني بحيث أن أنا ما أعطيت الوقت الكافي قبل العملية قبل ما نتخذ هذا القرار بإجراء العملية طب دكتور رائد لما نحكي عن الغذاء نحكي عن فيتامينات مع هذا كثير من الأمور اللي ممكن أنها عم تدخل الجسم نعم نستفيد منها يعني الواحد أوقات كثير إذا عمل نوع من أنواع الرجيم القاسي ممكن يؤثر على جسمه على شعره على بشرته فما بالك لما الواحد أكله كمان بقل وزي ما قلنا في كمان جزء منه تحويل مسار في جزء كثير كبير عم بيطلع بدون امتصاص للجسم لإله فكيف هذا الموضوع ممكن تعدوه؟ هذا برجعنا على موضوع أنه تحويل المسار عملية كبرى ولازم يتم اتخاذ القرار بإجراءها بشكل يعني بتروي ومش بتعجل والسبب زي ما افضلتي عملية تحويل المسار لأنه إحنا أولا كمية الأكل بتقل بشكل كبير واتنين كمية الأكل حتى القليلة اللي وقدها الإنسان ما بيستفيد منها بشكل كلي الهدف الأساسي أنه كمية السعرات الحرارية اللي بقدر يأخذها بتقل لكن على حساب إيش؟ كمية الفيتامينات والأملاح والشغلات المهمة للجسم بتقل بس بدي أستوقفك هون كلمة بس انت تحدث عن السعرات الحرارية ونحن نعرف السعرات الحرارية تعتمد على النشاط اليومي وطبيعة هذا الإنسان وجسمه وبالتالي ابن أسبوع ليس ابن ثلاثين واربعين وخمسة وعشرين في احتياجاته وفي نشاطه اليومي صحيح لأجل هيك عملية تحويل المسار لما نخلي معدة الإنسان معدة بيبي بصير هذا الإنسان يأخذ سعرات حرارية تاعة بيبي لكن احتياجاته حاجة بالغ لك منزل وزنه لأنه لو نعطي إنسان بالغ لسعرات حرارية لإنسان بالغ بيظل الوزن ثابت لانت بدك يكون البلانس بالنغاتف ليس بالأكل لازم يكون عنده نقص في السعرات لازم يستمر يأخذ المكاملات الغذائية إلى الأبد إلى الأبد هلأ بتيجي بتقولي لي دكتور الله أكبر يعني أنا مريض بداسول العملية وخليه يأخذ فيتامينات للأبد عشان هيك بدنا نحكي هل من الأفضل أنه المريض يضل يأخذ أدوية سكري وأدوية ضغط إلى الأبد أنت فأنا أحسن له وين الأفضل؟ والأحسن من هؤلاء كلهم يسيطر على حاله من البداية الإنسان الذي يسيطر على روحه يستطيع أن ينزل وزنه إذا تستطيع أن ينزل وزنك بدون تداخل طبي وجراحي الله يستر دربك ولا تقرب عند الجراح لكن ليس كل إنسان يستطيع أن يسيطر على روحه أريد أن نشكرك دكتور رائد تايم استشاري الجراح العامة وجراحة السمنة في مستشفى الأمير حمزة والجامعة الهاشمية تحياتنا أكيد لكم أعطيكم ألف عافية ونتمنى أكيد الصحة للجميع الدائمة والواحد قدر الإمكاني يحاول فعلا أنه يخلي اللايف ستايل تبع حياته نوعا ما